من أبناء سبتمبر لم يعلن قلقه وقد وصلت فلول الإمامة على أبواب صنعاء سقط شهيدا وهو يسور صنعاء بيثمانه المغدور اهتز عند سقوطه علم الجمهورية اليمنية كما لو أنه كان محمولا على سارية عكازه لم يكن اليمنيون يدركون أن رحلة خمسين عاما من الحرية والوطنية ستتعرض للبغي بهذا القدر المخيف من الوحشية وبعد أن غادر آخر الشجعان وحدها الخيانة تهزم الأبطال ووحدها الأحقاد تحيل الأوطان إلى مآتم طعنوه من الخلف وأعلنوا أسماءهم وألقابهم دونه هوامش فالحرب ليست معدات كما ظنوا وأسلحة بل هي رجل في المقدمة يحتزم العزم ويسخر من عربدة الموت لم يمت العميد القشيبي ولكنه كان على قيد المخاوف والفجيعة والدموع لم يخن وطنه فقد كان آخر الأحياء الذين خلدوا تاريخ العسكرية بأنها شرف لا تعرف الخيانة فقد كان هذا الجيل شاهدا على رجولته وموت ما سواه قتل وحيدا بعيدا عن الجميع وكان يحمي مدينة عجنته من طينها وكان يعلم أن العسكرية لا تعني الاستسلام ولا تحتمل التفاوض ولا تقبل الذل وهذه العسكرية لا تريح أحدا في هذا الزمن الدني حرس دولة الجمهورية ستة حروب ليواجه فلول الإمامة ببندقيته وعكازه عاد صالح مليئا بشروره منتقما من رجال دولته واحدا بعد الآخر ليتقرب بدمهم المسفوق في مذبحة الخيانة ويروي بها ضمأ الإمامة من دم سبتمبر المغدور واصفا الشهيد البطل بالكلب الأعرج فكان الشهيد إلى طريق الخيانة أعرج ومعاق وكان صالح إليها أسرع من الريح العاصفة قادته إحقاده إلى الجحيم فأهلك الحرث والنسل وبقي الوطن في عينيه النار وملك لا يبلاء